أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح في سؤال من مريم طبعاً هو بشكل عتاب قالت ليسوع المسيح لو كنتها هنا لم يمت أخي يسوع المسيح كان بحب مرثى ومريم وآله عازر اللي هم من بيت عنيا شرقي جبل الزيتون وبتربطهم علاقة حلوة كانوا بيهتموا بيسوع المسيح وكان من عادة يسوع المسيح يروح لجبل الزيتون مكتوب وذهب كل واحد إلى بيته أما يسوع ذهب إلى جبل الزيتون بهاي الفترة يسوع ترك منطقة اليهودية يعني منطقة أورشاليم وبعدين وصلوا الخبر المحزن مكتوب فأرسلت إليه الأختان إليه قائلتين يا سيد هو الذي تحبه مريض أجاب يسوع وقال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله فيه وفعلا مكث يمين ولما راح لمكان يعني العازر في العزرية أو بيت عنيا اكتشف أنه العازر مات وكان موجود في القبر أربعة أيام طبعا كان الوضع كتير كتير صعب رقدت مرثى إلى يسوع المسيح وقالت له هذه العبارة في إنجيل يحنى إصحاح 11 والآية يعني خلنا نبتد من الآية 20 فلما سمعت مرثى أن يسوع آت لقته وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت فقالت مرثى ليسوع يا سيد لو كنتها هنا لم يمت أخي طبعا هذا الإيمان هو إيمان محدود آمنت مرثى بيسوع الذي يشفي المرض ولكن ما كانش عندها الإيمان يسوع الذي يقيم من الأموات شيء تاني مش بس كان إيمانها إيمان محدود كان إيمانها إيمان بدائي أو إيمان أصولي أو خلينا نسمي بشكل آخر إيمان عقائدة وهذا طبعا إيمان الأغلبية في هذه الأيام بتقوله لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه قالها يسوع سيقوم أخوكي قالت له مرثى أنا أعلم أنه سيقوم بس مش اليوم في القيامة في اليوم الأخير هذا هو الإيمان العقائدة الإيمان العقائدة أنه ممكن الإنسان يؤمن بهوية يسوع بلهوت يسوع بنسوت يسوع يؤمن أن يسوع ابن الله ولكن هذا الإيمان لا يخلص مثلا الشياطين تؤمن وتقشعر مكتوب عنها وكانت تقول ليسوع أتيت قبل فوات الأوان لتهلكنا عارفين أن يسوع هو الديان ثم مرة تاني صرخوا وقالوا أنت القدوس ابن الله مرة تالتي وهكذا عارفين هوية يسوع وأغلب المسيحية عارفين كل هذه العقائد في كنائسنا بس للأسف أنه ما تحركناش عن العقيدة والأغرب أنه منهاجم بعضنا البعض أو منواجه بعضنا البعض على أساس أو على أساس موضوع العقائد بدل ما أنه نخلي كلمة الله اللي تحكمنا وكلمة الله اللي تحكم تكون الحكم بين كل الناس الإيمان العقائدي لا ينال أي شيء أحبائي فإيمان العقائدي بتقول له أنا أعلم هي عندها معرفة وعارف أنه في يوم القيامة في قيامة أموت لكن في اليوم الأخير أجاب يسوع وقال لها أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حياً وآمن بي لن يموت إلى الأبد أتؤمنين بهذا؟ وطبعاً راح لعند القبر وبعدين قال لمرث هذه العبارة إن آمنت ترين مجد الله وهذا الإيمان هو الإيمان الغير محدود فالله يتعامل مع هذه النوعية من الإيمان فإذا ليس الإيمان العقائدي ولا الإيمان المحدود في قدرة معينة لكن ليس كلي القدرة ولا إيمان بدائي يمكن أمور أولية إذا كنت موجود في شفاء إذا ما كنت الرب يسوع كان مرة شفاء عن بعد فإذا لا تحدوا أي مسافات لكن برضو عاوز يشجع مرثة ومريم ويبني إيمانهم إن آمنت ترين مجد الله وأنا عاوز أقول لكل مشاهد عم بيشوفني في هاي اللحظات ما هو الجبل اللي أمامك؟ إيه المستحيل اللي أنت عم بتواجهه؟ بصل إنك تصل لاختبار أيوب اللي قال قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر أو كما قال لمريم لأنه ليس غير ممكن لدى الله يعني بيكلمها عن الإصابات نسبتها أنه كانت عاقر لكن كل شيء مستطاع فهذا الإيمان هو الذي يتخطى العقبات هذا الإيمان هو الذي يذلل المستحيلات هذا الإيمان هو الذي ينال أحبائي وفعلا هذا الإيمان الذي يرضى الله لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاءه هذا الإيمان الذي يخلص نسمع دائما اذهب إيمانك قد شفاك أو قد خلصك إيمانك قد خلصك إن اعترفت بفامك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص هذا الإيمان المخلص ثم هذا الإيمان هو الذي يشفي المرض يشفي المرض وصلاة الإيمان تشفي المريض ثم هذا الإيمان اللهم محدود مكتوب عنه ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم وممكن تصلي تقول لهذا الجبل انتقل فيطيع فإذن حتى الجبل الأمامك كما قيل عن زارو بابل في العهد القديم من أنت أيها الجبل أمام زارو بابل تصير سهلا فإذن من خلال الإيمان تستطيع أن ترى أمور عظيمة أمور فائقة فخلينا نصلي أن الله يحررنا من الإيمان العقلي والإيمان النقلي ويتحول ومن الإيمان الشكلي ثم يتحول إلى إيمان قلبي وهذا الإيمان هو الذي ينال هذا الإيمان الذي ينال ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة قالت له لو كنت ها هنا ألم يقل مسيح ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر حضور يسوع ووجود يسوع في أي مكان في سلطان في بركة في حضور في قوة فإذا أحبائي خلينا نحط هذا الإيمان البسيط اللي عنا ونقول له أعن ضعف إيماني شدد إيماني زد إيماني قوي إيماني أعطيني هذا الإيمان اللي مش بحسب أكتريته لكن بحسب فعليته هذا الإيمان اللي بحرك السماء وبشل يد العدو أنا بصلي الرب إنه يملأك بالإيمان اليوم ويملأك أيضا بالفرح وبالسلام وبالمحبة اليوم هذا الإيمان اللي بتشوف أمور عظيمة مش بس مستقبلية إحنا دايما الإيمان العقائدة كل شيء يصبح مستقبلي هذا الإيمان الذي يشغل ويفعل الآن بقوة الروح القدس وبقوة كلمة الله عندها تنال من الرب يسوع إذا الرب فعلا باركك وشجعك من خلال هذا التأمل شاركوا مع الآخرين والرب يكون معك